السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية احتراق حافلة مهترئة انجاز ان نطلق عليها اسم حافلة للنقر في الخط الرابط بين قلميم اسرر وتغمرط ومن الطاف الله عز وجل انها احترقت بعد نزول الركاب والسائق وان لا كانت ستقع فاجعة لقدر الله ورغم مطالبة الساكن المتكررة بتوفير حافلات جيدة وانقاذها من اضرار هذه الكوارث المتلاشية القاتلة الا ان المسؤولين يستمرون في تجاهل هذا الوضع المأسوي في استهتار تام بحياة المواطنين وحماية لمفيا النهب والاحتكار التي افقرت المنطقة اما جريدة صوت الصحراء الاخبارية لانشرت صور لحظة احتراق الحافلة ورفقتها بتدونا حافلة لنقل الركاب تحتارق وتأخر شاحنة الاطفاء تعرضت حافلة تابعة لشركة سهر الصحراء مجموعة ايدا نقل المدينة قبل قليل حارق بجماعة اسر جهة قلميم اتى على معظم اجزائها وحسب مصادر اهلمية فان الحادث لم يخلف الضحايا في الارواح غير انه في لحظة اشتعال الحارق صيب الركاب بحالة من الهلع ولا تزال الاسباب الكامنة وراء نشوب الحارق غير معروفة لحدود اللحظة والجدير بالذكر ان ساكنة تغمرت واسرر سابق وان طالبت من الشركة والسلطات الوصية استبدال الحافلات المتلاشية التي تؤمن رحلاتهم من بلداتهم الى قلميم نسأل الله السلامة للجميع كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدزين دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء اشتركوا في القناة